طبعا السيد المالكي يطمح بتبديد موضوع الولاية الثانية لسيد سوداني ويحذرهم ببداية تأسيس الإطار التنسيق بظهور زعامات جديدة يعني احنا رأينا قبل تأسيس الإطار التنسيقي كانت خمس أو ست زعامات سياسية تقود التحالف الشيع التحالفات الشيعية أو العزاب الشيعية الآن نرى أكثر من 10 أو 12 زعيم سياسي وبالتالي هذه تخوف السيد المالكي بموضوع ظهور زعامات أكثر وأكثر وبالتالي هو خاف من ظهور زعامة في البصرة ظهور زعامة في الكوت وظهور زعامة في كربلاء وبالتالي هذا تخوف السيد المالكي طرحه بصريحة العبارة وهذا خل الأطراف الزعامات التي ظهرت جديد تذهب باتجاه السيد سوداني لأنه باعتبار هو أيضا زعيم طار بموضوع تشكيل حكومة الإطار التنسيقي وبالتالي هو يعتبر نفسه من زعامات الخط الأول ويرفض ظهور زعامات من الخط الثالي السيد محمد الشيعة السوداني باعتبار زعامة من الخط الثالي ولهذا اتجه جميع القادة أو جميع الزعماء الجدد بالإطار التنسيقي إلى السيد السوداني ويعتبر الآن ضدين تحالف برئاسة محمد الشيعة السوداني وتحالف برئاسة السيد نور المالكي ترجمة نانسي قنقر